بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والذي ننطلق وإياكم فيه إلى درس جديد وهذا الدرس يتعلق بعمليات الحياة في المخلوقات الحية الدقيقة لكن قبل ذلك طالبي وطالبتي دعونا نستذكر ما تحدثنا عنه في دروسنا لما مضى في البداية انطلقنا نحن وإياكم عن الخلية ثم تحدثنا عن هذه الخلية عن دورة الخلية ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدة الحياة بعدها انتقلنا طالبي وطالبتي إلى كيفية انقسام الخلايا وكيف يمكن للخلية أن تكون خليتين ثم أربع وهكذا وذكرنا نوعي الانقسام في الخلايا سواء كان ذلك النوع الانقسام المتساوي أو حتى ذلك النوع من الانقسام والذي يسمى الانقسام المنصف بعد ذلك طالبي وطالبتي انتقلنا إلى الفرق بينهما وتحدثنا أن من أهم الفروق بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف أن الانقسام المتساوي يكون خليتان بينما الانقسام المنصف يكون أربع خلايا إضافة إلى ذلك الانقسام المتساوي يكون في الخلايا الجسدية بينما الانقسام المنصف يكون في الخلايا الجنسية إضافة إلى ذلك العديد من الاختلافات بين هذين النوعين من الانقسامات انتقلنا بعد ذلك طالبي وطالبتي للحديث عن الوراثة ذكرنا بأن الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء وهناك صفات مختلفة ما بين صفات موروثة أو صفات مكتسبة وعرفنا طالبي وطالبتي الفرق بينهما وكيف يمكننا التعرف على الصفة سواء كانت موروثة أو حتى مكتسبة بعد ذلك طالبي وطالبتي انتقلنا إلى دور العالم مندل والذي كان له السبب في اكتشاف مبادئ علم الوراثة وذكرنا النبات الذي استخدمه للتعرف على صفات أو انتقال الصفات ذكرنا بعد ذلك طالبي وطالبتي كيف يمكننا التعرف على الصفات السائدة والصفات المتنحية وما هو الفرق بينهما انطلقنا بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى الوحدة الأخرى والتي تتحدث عن عمليات الحياة في هذه الوحدة والتي سوف يكون الدرسي هذا اليوم من ضمنها تحدثنا في البداية عن عمليات الحياة في النباتات النباتات مملكة كبيرة وتعلمون كيف أو تعرفنا كيف يمكننا التعرف على عوامل أو عمليات التغذية والتكاثر في النباتات ذكرنا أن من عوامل التغذية للنباتات ذكرنا أجزاء النباتات التي تساعد على اكتساب النبات سواء كان الأملاح أو الغذاء أو الماء ذكرنا هناك أجزاء للنباتات ذكرنا فوائد كل جزء من هذه الأجزاء انطلقنا بعد ذلك طالبي وطالبتي للحديث عن الأزهار وتكاثر النباتات تحدثنا عن النباتات البذرية والنباتات اللابذرية تحدثنا الفرق بين النباتات مغطات البذور وكذلك النباتات معرات البذور كل ذلك درسناه حول عمليات الحياة في النباتات دعونا من هذه النقطة ننطلق وإياكم إلى دراسة عمليات الحياة ولكن ليست في النباتات سوف ندرس اليوم بإذن الله وخلال الدروس القادمة عمليات الحياة في المخلوقات الحية الدقيقة دعونا في البداية نتعرف ما معنى المخلوقات الحية الدقيقة إذن عنوان درسنا لهذا اليوم طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم عمليات الحياة أو ما المخلوقات الحية الدقيقة إذن في البداية سوف نتعرف على المخلوقات الحية الدقيقة ثم نتعرف على العمليات التي تقوم بها ما سوف نتعلمه خلال درسي هذا اليوم خلال درسي هذا اليوم طالبي وطالبتي هناك فقرتان هامتان أولى هذه الفقرات والتي نبدأها دائماً بكل درس وهذه الخطوة هي خطوة الاستكشاف والتي تكون هامة جداً حتى نتعرف على محتوى الدرس بشكل عملي إذن لنبدأ وننطلق وإياكم للتعرف على ما سوف نتعلمه خلال درس هذا اليوم كما ذكرنا لكم قبل قليل بأن أولى الخطوات هي عبارة عن نشاط استقصائي هذا النشاط طالبي وطالبتي سوف نجريه نحن وإياكم عن بعد وذلك للتعرف على هذه الكائنات الدقيقة ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى الخطوة الثانية أو الفقرة الثانية من درسي هذا اليوم لنتحدث عن ما هي هذه المخلوقات الحية الدقيقة في البداية طالبي وطالبتي نحن لازلنا أو انطلقنا في درس الحصة الماضية عبر عمليات الحية وذكرنا عمليات الحية في النباتات شاهدناها طالبي وطالبتي هذه الصورة وذكرنا بأن هذا المخلوق الحي وهو النبات استطاع أن يلتهم هذه الحشرة كما تشاهدون على الرغم من أن النباتات ليس لها عضلات إلا أنها قادرة على القيام بحركات كثيرة هذه النبتة لها أوراق عجيبة بهذه الأوراق هي تستطيع استياذ الحشرات التي تقف عليها إذن هذه عملية من عمليات الحياة وذكرنا هي عملية التغذية إذن هناك عمليات أخرى وكذلك في مخلوقات أخرى سوف نتعرف على ذلك خلال درسي هذا اليوم بإذن الله ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا بعد أن شاهدنا هذه الصورة ننطلق إلى هذا الفصل تحدثنا في خلال هذا الفصل وهو الفصل الثالث عن عمليات الحياة في النباتات وكان هذا هو الجزء الأول وانتهينا من هذا الجزء عبر درسه الأول والذي أجبنا عن هذا التساؤل ما أجزاء النباتات وكيف تقوم هذه النباتات بوظائفها إذن نحن انتقلنا من هذا الدرس الأول تعرفنا على أجزاء النباتات تعرفنا على وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء سواء في عمليات التغذية أو حتى عمليات النقل عمليات التكاثر في جميع العمليات التي يتتعلق بذلك المخلوق الحي وهو النباتات ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا عبر الصورة أمامكم لنشاهد أننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى في خلال هذا الدرس والدروس اللاحقة بإذن الله عنها عن فيما تتشابه المخلوقات الحية الدقيقة هذا السؤال سوف يمر علينا عبر هذا الدرس والدروس القادمة فيما تتشابه المخلوقات الحية الدقيقة وفيما تختلف إذن سوف نستكشف نحن وإياكم مقارنة بين التشابه والاختلاف بين هذه المخلوقات الحية الدقيقة والتي خلقها الله سبحانه وتعالى بحكمته لكي تبقى وكذلك لكي تفيد المخلوقات الأخرى لنشاهد معا طالبي وطالبتي عبر هذه الصورة شاهدنا أن النباتات كما نشاهد قامت بهذه العملية كالتغذية والتكاثر وغيرها سوف نطلع نحن وإياكم كما ذكرنا إلى المخلوقات الحية الدقيقة الجزء الثاني وهي إحدى الممالك الهامة في ممالك المخلوقات الحية ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي إلى مفردات الفكرة العامة خلال هذا الدرس والدروس القادمة طالبي وطالبتي لدينا عدد من المفردات سوف نطلع عليها وسوف بإذن الله تعالى تكونون بإذن الله خلال هذا الدرس والدروس القادمة قادرون بإذن الله على معرفة مفردات أو هذا الدرس والدروس اللاحقة وقادرون على التعرف على هذه المفردات بشكل رائع بإذن الله إذن لننطلق وإياكم للتعرف على هذه المفردات المفرد الأولى طالبي وطالبتي المخلوق الحي الدقيق لكي نتعرف على عمليات الحياة في هذه المخلوقات الحية الدقيقة لا بد في البداية نتعرف على ما هو ذلك المخلوق الدقيق نتعرف على صفاته وخصائصه حتى نستطيع أن نتعرف على العمليات التي يقوم بها إذن ما هو المخلوق الحي الدقيق؟ المخلوق الحي الدقيق كما تشاهدون أمامكم لهذه الصورة هو مخلوق حي مجهري ما معنى كلمة مجهري طالبي وطالبتي؟ أحسنتم رائعون مجهري أي أنه لا يمكن مشاهدته بالعين المجردة وإنما نستطيع أن نشاهده عن طريق جميل جدا عن طريق المجهر ننطلق إلى بعد أن تعرفنا على المخلوق الحي الدقيق ننطلق إلى المفردة الثانية في المفردة الثانية والتي سوف نطلع عليها بشكل أكبر خلال الدروس القادمة الإنشطار الثنائي الإنشطار الإنفصال الثنائي إذن ماذا نعرف عن هذه المفردة؟ وكيف تحدث؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله في الدروس القادمة هذه المفردة طالبي وطالبتي هي عبارة عن نوع من أنواع التكاثر تحدثنا عن التكاثر وما هي أنواعه سواء كذا تكاثر جنسي أو حتى لا جنسي وكيف يتم ذلك وما الفرق بينهما إذن هذا الإنشطار الثنائي هو نوع من التكاثر ولكن هذا النوع هو تكاثر لاحظ معي طالبي وطالبي لا جنسي فيه ينقسم المخلوق الحي إلى مخلوقين حيين جديدين متماثلين هذه الصورة طالبي وطالبتي تكون قريبة من صورة قد أخذناها سابقا في ماذا؟ أحسنت برائعون في انقسام الخلايا إذن في قسام الخلايا قد مرت علينا هذا الشكل بانقسام الخلايا إلى قسمين وتضاعف الكروموسومات وما إلى هناك في هذه الجزئية من المخلوق الحي يستطيع أن يقوم بعملية التكاثر لا جنسي عبر هذه الطريقة التي ذكرناها وهي الانشطار الثنائي بعد ذلك طالبي وطالبتي هناك شكل كذلك من أشكال التكاثر وهذا الشكل نسميه التبرعم هذا التبرعم هو شكل كذلك بنفس الطريقة من أشكال التكاثر لا جنسي وما معنى التكاثر لا جنسي طالبي وطالبتي؟ أحسنتم التكاثر لا جنسي هو التكاثر الذي يحدث من أب واحد فقط ولا يحتاج إلى جزئين أو أب وأم أو مشيج مذكر أو مشيج مؤنث إذن هذا التكاثر يحدث من أب واحد فقط ولكن ما معنى التبرعم؟ إذن هو من أنواع التكاثر لا جنسي تتكاثر به بعض الفطريات هناك هذا التكاثر يكون في بعض الفطريات ومن هذه الفطريات الخميرة هذه المفردات لا أريد أن أتوسع فيها في هذا الدرس ولكن سوف نتحدث عنها بشكل أكبر خلال الدروس القادمة إذن هذه عدد من المفردات التي سوف تمر علينا خلال هذا الدرس والدروس القادمة إضافة إلى ذلك سوف نطلع على عدد من المفردات الأخرى ولكن قبل ذلك طالبي وطالبتي دعونا نشاهد هذا الدرس الثاني هذا هو الدرس الثاني ذكرنا أن الدرس الأول تحدث عن عمليات الحياة في النباتات والنباتات مملكة من ممالك المخلوقات الحية بإذن الله في خلال هذا الدرس سوف نتحدث عن ممالك أخرى من ممالك المخلوقات الحية وهي المخلوقات الحية الدقيقة وكيف يمكن أن تتم حياتها لنشاهد معا عنوان درسنا هو عمليات الحياة أو عنوان الدرس كاملا هو عمليات الحياة في المخلوقات الحية الدقيقة شاهد معي طالبي وطالبتي هذه الصورة أدعوك تتمعن فيها قليلا هذه الصورة أمامك طالبي وطالبتي هو عبارة عن مخلوق حي نعم هو مخلوق حي بشكله بهيئته التي تشاهدها هذا المخلوق يعيش اسمه العث وهو يعيش في السجاد والأثاث وكذلك الأغطية هناك بلايين المخلوقات الحية الدقيقة تعيش من حولنا في طعامنا في ملبسنا في شرابنا ولكن ما هي المخلوقات الحية الدقيقة؟ من أين تأتي؟ كيف تمكنت من البقاء؟ إذن هناك في حياتنا طالبي وطالبتي العديد من هذه الأشكال ومن غيرها من الأشكال التي سخرها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ولكن كيف تستطيع هذه المخلوقات تعيش؟ كيف تستطيع أن تتغذى؟ كيف تستطيع أن تقوم بعمليات حياتها؟ إذن نشاهد من خلال هذه الصورة بأن هذا المخلوق كما ذكرنا لكم هو العث والذي يعيش في السجاد والأثاث والأغطية نجد أننا بإمكاننا التعرف على صفات هذا المخلوق وذلك عبر أننا نعرف بأنه مخلوق حي دقيق صغير جداً مجهري لا يمكن رؤيته إلا عن طريق المجهر عادة ما تكون هذه المخلوقات إما وحيدة الخلية أو متعددة الخلايا ولكن العادة والأكثر هي أن تكون وحيدة الخلية و هذه الخلية تقوم بالعمليات الحيوية اللازمة لبقائها وتكاثرها إذن طالبي وطالبتي وجدنا أن هذا المخلوق الحي يستطيع أن يتكاثر يستطيع أن يتغذى يستطيع أن يتم حياته من خلال أحسنتم من خلال توفر البيئة المناسبة له وهذا المخلوق هو مخلوق حي دقيق صغير جداً هل تستطيع رؤيته بالعين المجردة؟ أحسنتم لا نستطيع ولكن نستطيع أن نشاهده عبر المجر لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا بعد أن تعرفنا على هذه الصورة ننطلق وإياكم إلى النشاط الاستقصائي عبر هذا النشاط طالبي وطالبتي سوف نستطيع بإذن الله تعالى أن نجيب عن التساؤل التساؤل يقول ما درجات الحرارة التي تحفز نمو الخميرة؟ ذكرنا قبل قليل بأن الخميرة من الفطريات والفطريات ماذا؟ أحسنتم من الفطريات والفطريات المجهرية إذن ماذا سوف نحتاج خلال هذا النشاط؟ أحسنتم رائعون خلال هذا النشاط بما أنها مقلوقات حية دقيقة فبالتالي نحتاج إلى مجهر مركب وماذا نحتاج كذلك؟ نحتاج إلى خميرة جافة عدسة مكبرة كأسين زجاجيين مخبار مدرج ماء دافئ وميزان ومقياس للحرارة سكر ملعقة قضي بي تحريك بلاستيكيين ووعاء فيه ماء وثلج وساعة إيقاف وقطارتين وشرائح مجهرية وقتها إذن هذه الأدوات نحتاجها حتى نستطيع طالبي وطالبتي التعرف على هذا المخلوق الحي الدقيق هناك ماء بارد ماء دافئ هناك متغيرات مستقل متغير تابع هذا كله سوف نتعرف عليه خلال هذا النشاط لنبدأ طالبي وطالبتي بالتعرف على الفرضية في البداية الفرضية تقول والتي نفترضها نحن ما أثر درجة الحرارة لاحظ معي طالبي وطالبتي عندما تحدثنا عن الماء البارد والدافي فنحن نتحدث عن درجة الحرارة ما أثر درجة الحرارة في نمو الخمير اكتب إجابتك طالبي وطالبتي في صورة فرضية على النحو التالي إذا نمت الخميرة في ماء دافئ لاحظ ماء دافئ مرتفع الحرارة أو ماء بارد منخفض الحرارة فإن أفضل نمو للخميرة في ماذا؟ سؤال موجه لكم طلابنا وطالباتنا أعطيني طالبي وطالبتي نتيجة الفرضية هل تنمو الخميرة في الماء الدافي أفضل؟ أم تنمو الخميرة في الماء البارد أفضل؟ أحسنتم كل طالب لديه افتراض لنفترض أو لأفترض أنا بأن أجد أن إذا نمت الخميرة في الماء الدافي والماء البارد فإن النمو الأفضل للخميرة يكون في الماء الدافي هذه الفقرة سوف أقوم الآن أحسنتم سوف أقوم باختبارها ولكن باتباع عدد من الخطوات عبر هذه الخطوات سوف أجرب ثم بعد ذلك أستنتج هل تنمو الخميرة في الماء الدافي أفضل؟ أم تنمو في الماء البارد أفضل؟ لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا في الخطوات في الخطوة الأولى طالبي وطالبتي لاحظ افحص الخميرة الجافة قبل أن تضعها في الماء وذلك باستخدام العدسة المكبرة ماذا شاهد؟ ما الذي ساعدك على رؤية تفاصيل أكثر في هذه الخميرة؟ سؤال موجه لكم طلابنا وطالباتنا بإمكانك ملاحظة ذلك عبر استخدام العدسة سوف نلاحظ طالبي وطالبتي في هذه الصورة سيساعدنا هذا المجهر أو حتى العدسة في رؤية تفاصيل أكثر لهذه الخميرة عبر رؤية التفاصيل الأكثر نجد أن هذه المخلوقات الحية الدقيقة لا يمكن أن نشاهدها بالعين مجرد لا بد أن يكون هناك وسيلة تستطيع تكبير هذه الصورة ننطلق بعد ذلك إلى الخطوة الثانية نملأ كأسين زجاجيين ب125 مليلترا من الماء الدافي عند حرارة 45 درجة سيلوزية نضيف 4 جرام من السكر إلى كل كأس نحرك المزيج حتى يذوب السكر تماما إذن درجات الحرارة متساوية ما بين الكأسين ولكن ما الاختلاف سوف نشاهد الآن سوف نكتب على أحد الكأسين دافي وفي الكأس الآخر بارد إذن لدينا كأسين نضيف عليها ماء نضيف عليها ماء بنفس درجة الحرارة وكذلك بنفس الكمية نكتب في الكأس الأول دافئ وفي الكأس الثاني بارد ماذا نقوم بعد ذلك؟ بعد ذلك سوف نشاهد أن المتغير المستقل درجة الحرارة والماء هذان هما متغيران مستقلان أي أنهما ثابتان حتى الآن بينما التابع هو نموه الخميرة سوف نشاهد ما هو المستقل وما هو التابع عبر هذه أو عبر ما نشاهده خلال هذا الدرس لننطلق وإياكم لنستعمل المتغيرات ذكرنا أن المتغير المستقل كما تشاهدون هو درجة الحرارة والماء بينما المتغير التابع هو نموه الخميرة تعرفنا على ذلك نضع الكأس المعنوانا بكلمة بارد في وعاء فيه ثلج إذن الكأس البارد أو الكأس الذي كتبنا عليه باردا نضعه بداخل وعاء فيه ثلج أصبح المتغير المستقل هو درجة الحرارة وكذلك الماء بينما المتغير التابع هو عبارة عن نمو الخميرة لننطلق وإياكم إلى الفقرة الرابعة نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة في كل كأس في الكأس البارد وفي الكأس الدافي محرك المزيج نلاحظ الكأسين بعد عشر دقائق نصف ما نشاهد أي الكأسين تتوقع بأن حدث له تغير هل هو في الكأس البارد أم في الكأس الدافي حسب الفرضية التي وضعتها في بداية هذا الدرس نجد أن نمو الخميرة سوف يكون أو لا يتوقع ظهور تغيير على الكأس البارد بينما سيظهر في الكأس الدافي فقاقيه بدأت هناك كما تشاهدون استنتاجات حول وجود آثار لهذه الخميرة في الكأس الدافي نستنتج بذلك وجود نشاط أكثر للخميرة في الكأس الدافي ننطلق بعد ذلك للمقارنة نأخذ عينة من هذا الكأس نضعها في الشريحة المجهرية كما تلاحظون أمامكم نستخدم قوة التكبير الصغرى ثم قوة التكبير الكبرى لفحص نمو العينة عندما تقوم بفحص نمو العينة أنت تتحدث عن مخلوق حي دقيق لا بد أن تستخدم مجهرا إذن نضع الشريحة تحت المجهر وسوف نتأكد بالفعل عين يكون النمو الأكثر هل هو في الكأس الدافي أم في الكأس البارد لنشاهد معا طلابنا وطالباتنا عندما نضع هذه الشريحة سوف تحتوي العينة في الكأس الماء الدافي على خلايا خميرة أكثر إذن هذا ما وصلنا إليه هذا الاستنتاج ماذا نستنتج؟ أحسنتم أن الكأس الدافي تنمو فيه الخميرة بشكل أكبر ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي لنشاهد أو نستكشف أكثر بإمكانك أن تستكشف هل الخميرة قادرة على انتياج غذائها هتستطيع أن تمتص المواد المغذية من الوسط الذي تعيش فيه بإمكانك أن تقوم بتجربة فرضية أخرى ثم بعد ذلك تكون خطوات ثم تستنتج كما ذكرنا قبل قليل عبر الخطوات السابق ذكرها إذن هنا استنتجنا بأن نمو الخميرة يكون في الماء الدافئ إذن هناك علاقة ما بين البيئة وما بين نمو هذه الخميرة في الوسط الذي تعيش فيه ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا عبر هذا الدرس إلى ما سوف نتعلمه هناك سؤال أساسي عبر هذا الدرس والدروس القادمة هذا السؤال يقول ما هو التشابه والاختلاف بين المخلوقات الحية ما هي فروق التشابه والاختلاف بين المخلوقات الحية ولكن عبر ذلك لا بد أن يمر علينا عدد من المفردات وكما أذكركم دائما بأن هذه المفردات لن نأخذها دفعة في حصة واحدة وإنما سوف نأخذها على حصص قادمة بإذن الله فنبدأ بذلك في درسنا اليوم حول المخلوقات الحية الدقيقة وكذلك سوف نتحدث عن المخلوق وحيد الخلي بينما بقية المفردات سوف نتعرض لها بإذن الله خلال الدروس اللاحقة بإذن الله خلال هذا الدرس والدروس القادمة طالبي وطالبتي عبر مهارتك في القراءة سوف تستطيع الاستنتاج سوف تبين بعض الإرشادات لتتعرف على ماذا تحويه هذا الإرشاد وماذا تستنتج من هذا الإرشاد إذن خلال مرحلة القراءة أو مهارة القراءة أنتم ماهرون ومبدعون في القراءة سوف بذلك تتعرفون على طريقة الإرشاد وكذلك الاستنتاج ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي إلى الشرح والتفسير عبر هذه الصورة إذن نحن في تعريفنا للمخلوقات الحية الدقيقة المخلوق الحي الدقيق طالبي وطالبتي هو مخلوق حي مجهري لا يرى بالعين مجرد إذن لا بد أن نتفق نحن وإياكم طلابنا وطالباتنا على أن المخلوقات الحية الدقيقة لا يمكن مشاهدتها بالعين مجرد وإنما نستخدم أداة وهذه الأداة هي المجهر حتى نتعرف على مكوناتها ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي لنتعرف على المخلوقات الحية الدقيقة يمكننا أن نصفها بمصطلح الميكروبات بإمكاننا أن نسميها مخلوقات حية دقيقة بإمكاننا كذلك أن نسميها الميكروبات بعد ذلك طالبي وطالبتي نجد أن المخلوقات الحية الدقيقة يمكن أن تكون وحيدة الخلية ماذا نعني بكلمة وحيدة الخلية أحسنتم وحيدة الخلية هي المخلوقات التي تتكون أجسامها من خلية واحدة قد تكون هذه المخلوقات الحية الدقيقة متعددة الخلايا وماذا نعني بمتعددة الخلايا أحسنتم رائعون أي أن أجسامها تتكون من أكثر من خلية قد يكون هذا المخلوق الحي الدقيق يتكون من خلية واحدة وقد يكون هذا المخلوق الحي يتكون من عدة خلايا إذا تكون من خلية واحدة نسميه وحيد الخلية وإذا تكون من مجموع خلايا نسميه عديد الخلايا ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي لنتعرف على ما هي هذه المخلوقات الحية الدقيقة لدينا أو سوف نتعرف عليها خلال الدروس القادمة من ضمن هذه المخلوقات البكتيريا والبدائيات وكذلك الطلائعيات ولكن الطلائعيات ماذا؟ الطلائعيات المجهرية البكتيريا والبدائيات نعرف أنها مجهرية ولكن الطلائعيات بعضها نستطيع مشاهدته بالعين فبالتالي نتحدث عن طلائعيات مجهرية إضافة إلى ذلك سوف نتحدث عن الفطريات كذلك الفطريات المجهرية فقط بعد ذلك طالبي وطالبتي سوف نراجع ما تعلمنا خلال درسي هذا اليوم تحدثنا خلال درسي هذا اليوم عن أقسام المخلوقات الحية الدقيقة على حسب خلاياها إلى كم تنقسم طالبي وطالبتي؟ أحسنتم رائعون تنقسم إلى قسمين ذكرناهما كما تشاهدون أمامكم أن المخلوقات الحية الدقيقة حسب خلاياها تنقسم إلى وحيدة الخلية أي أن جسمها يتكون من خلية واحدة بينما النوع الآخر هي متعددة الخلايا ويعني ذلك أن جس أجسامها تتكون من أكثر من خلية دائما وأبدا طالبي وطالبتي نطلب منكم إحضار ورقة وقلم حتى ندون واجب هذا الدرس لنشاهده ونصححه في بداية درس الحصة القادمة إذن الواجب خلال هذا الدرس طالبي وطالبتي دونه عندك وهو ما أنواع المخلوقات الحية الدقيقة؟ إذن السؤال موجه لكم طلابنا وطالباتنا ما أنواع المخلوقات الحية الدقيقة والتي ذكرناها خلال ثنايا هذا الدرس إذن إلى هنا طلابنا وطالباتنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسي هذا اليوم إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في درس الحصة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا